الأكل المصري الأكل والأكلات المشهورة المصرية جزء من أو عنصر من عناصر الجذب السياحي يعني بيجي السياح عايز يأكل طعمية عايز يأكل ملوخية عايز يأكل هو بيأكل شيش كفاب وشيش طاوك كله هو دايماً السياح إحنا عندنا معادة طبعاً السياح الهندي سياح الهندي بيأكل أكل هندي يعني ولكن معظم السياح الأوروبيين بيجوا بيطلبوا الأكل المصري وإحنا بنأكلهم في المطاعم السياحية المصرية على أماكنها والشعبية وكله بس لازم طبعا يكون سياحي مرخص من مزارة السياحة بيأكل الأكل المصري اللي هو بيأكل الفراخ البشوية وكشري فيه ناس كتيرة جدا بتاكلوا الكشري ده وبيبقى مطلوب وفيه ناس بتطلب بتيجي من أمريكا بتبقى طالبة والله بينزلوا في الحسين فعلا وفيه مطاعم هناك المينيو بتاعها بيبقى فيه الملوخية والأرانب يعني لأين ناس مين من أمريكا يأكلوا ملوخية والله يا عمار يا مصر دكتور حسام احنا بنطمح في 30 مليون سايح 2028 عندنا نقص في عدد الغرف الفندقية بنسعى لتجوزه عشان نقدر نخدم على الرقم ده حضرتك بعد الأزمة الفضيعة في بعد 2011 والفوضى والإرهاب اللي عمل يعني دربة جمد القطاع السياحة ابتدى قطاع السياحة يا تعافى النهاردة أنت متفائل؟ آه متفائل طبعا بس يعني عايز أن التفائل ده يصحبه تنفيذ على أرض الوقع في إعطاء مزيد من القروض لأصحاب الفنادق والشركات واصحاب النقل السياحي لأن الفترة اللي فاتت كانت صعبة عليهم فتسهيل حصولهم على القروض وتطوير الفنادق وتطوير الشركات وتطوير النقل السياحي هيؤدي إلى جذب وخدمة عالية يعني أنت عايزة تبني فنادق وعايزة 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 الفترة القادمة طب ما هو لازم المستثمر المصري أو الأجنبي ياخد إعفاءة ضريبية ما هو بيشغل فيه ثلاثة مليون عامل في القطاع السياحي بيشغل ده وبيشغل ده وبيشغل ده آه آه أيوة طبعا وفيه 70 سلعة مرتبطة بالسياحة والتوريدات بقى سواء مهد منظفة أو أكل يعني فيه حاجات كتيرة خاصة الدولة المصرية مهتمة بالملف السياحي كجزء من مشروعاتها القومية الكبرى يعني زي ما بنتور كذا وبنتور كذا لا إحنا مهتمين بتشريعات بإجراءات بالزبط هو ده التطوير ده موجود وبالفعل الجذب السياحي موجود إحنا بنتكلم فيه النقطة اللي هو عشان أنا أنا كمستثمر هاجي أبني فندق مثلا آه عايز قرد ما أنا مش هقدر أحط الملائق المالية بتاعته يمكن ما تقدرش عايز أو هطور الفندق اللي كان وقف فترة الكوفيد ما هو محتاج تطوير وبعد كده لما بيع من الغرف الفندقية والسياح اللي بيجوا عدد الليالي السياحية لأن أنا بتتحسب عندي الليالي السياحية بمدى إقامة الفرد يعني هو قعد عشر تيامي بقى عشر ليالي السياحية جالي ألف فرد هيبقى عشر تلاف ليلة سياحية وهكذا ده أنا بكل فده محتاج إنه هو طبعا يبقى فيه تسهيلات لو وصلت التسهيلات دي هنبصل إيه إن احنا وصلنا العدد ده بإذن الله في قصة والسنة دي إن شاء الله نعدل خمستاشر مليون سياح بإذن الله إن شاء الله دكتور حسام هزاع الخبير السياحي حضرتك نورتنا شرفت حيث مصر بجد مفيش زياها في السياحة مش 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 تحيز مني لا لا أكيد أكيد مفيش وإحنا إن شاء الله هنبزل قصاري جهدنا إحنا نازلين دعاية جامدة جداً كأقطاع خاص مع الدولة طبعاً عشان شركتنا وشغلنا بحيث إن إحنا نجذب أكبر عدد موقع حضرتك شرفتنا يا أهل مصر مفيش زياها ترجمة نانسي قنقر